اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعده عم بيضعم ترشيح الرئيس عون من باب المسير السياسي لانه صار بطاقة واضحة انه هو مرشح ومرشح جدي وعم بيعمل على هالأساس والوضع الخارجي صار كله سابق موضوع الترشيح مشيل عون بهالظرف هذا اليوم صار كله تصدي لترشيح الوزير الفرنجي نعم بمعلومات يعني اليوم لصحيفة اللواء او انه تقول صحيفة اللواء انه مصادر لانه طيار العوني الذي مازال لحد الان مراهن على دعم حزب الله لرئيسه للجنرال مشيل عون وبالتالي ما لا يستعجل اطلاق المواقف القاطعة في هذا الموضوع لكنه يتجه للطلب من جعجع اللي ممكن ان يلتقل اسبوع المقبل للمطيليات كالراعي اجو مبارح ولكن بعد دكتور جعجع مازار بكركي وبالتالي في ضل عدم موضوع الزيارة للسعودية اللي حكي عنها لدكتور سامير جعجع لترتيب الامور اذا بدنا نقول في شي اذا بدنا نحكي عن موقف حزب الله بالنسبة لترشيح الوزير الفرنجي اذا نحن نعتبر انه المرحلة القادمة هي مرحلة تحلن ما بسوريا ورجوع حزب الله من سوريا للبنان بعتقد ضمانة جدا مهمة وجود الوزير الفرنجي رئيس جمهورية لحزب الله لا يرجع لا يطلع من سوريا ويرجع للبنان وهذا ما نتعملناه انه يطلع من هالأتون السوري اللي هي فبتصور بالموضوع السياسي لا حزب الله بالنسبة له وجود الوزير الفرنجي كرئيس جمهورية بيكرس وبيأمن هالغطاء هذا بالنسبة للانسحار اصبح الارتباط اخلاقي برأيك مع الجنرال عون والان هو سياسي مع الوزير الفرنجي بالسياسي وناسب حزب الله يكون وزير الفرنجي وهناك اتباط اخلاقي حلف ولكن اصبح اخلاقي بعد ما قدر الجنرال وصل للرئاس يعني لاحظ السيد سلمان الموقف الاعلامي والاعلامي مهم يعني حزب الله كونه اعلن على الملأ انه هو داعم للترشيح العماد عون مش بالسهولة بيقدر يتراجع علنا وشان هيك نحن عم نطالب الوزير الفرنجي انه يطلق موافه علنا يضع الجميع امام فاكيدة حزب الله راح يضل يعني نوعا ما مهيدن بالاعلام للعماد عون لحتى يطلع من العماد عون اشارة وشك انه راح تطلع الاشارة بدي يصير فيه يعني حل اخر نعم يا اما حل خارجي داخلي يا اما شيء مثل ما عم نحكي نحن بالاعلان يصير فيه ضغط بالاعلام نعم يصير فيه ضغط شعبي لحتى العماد عون يتراجع نوعا ما عن ترشيح تحيب الديار راح تقول 12 يوم تفصل عن انتخابات الرئاسة بلبنان حصلت الانتخابات وهي ب16 كانون الاول وهل يستطيعون خلال 12 يوم من اجاد الحوار والضمانات الكاملة كي يتفق الجميع على انتخاب الوزير الفرنجي سؤال اساسي والجواب عليه هو لتأمين عملية انتخاب رئاسي نظيفة يعني ما يكون فيه ورق بيض ما يكون فيه مقاطعة ما يكون فيه تكتل نحن ندعم الوزير الفرنجي ولكن ما بنصوت لانه عنا التزام مع طيار اخر يعني يصل هذا الرئيس بقوة مش انه يعني المعضل الاساسي هي تأمين النصاب وهذا الحكي عنه حتى اليوم عم بيحكوا انه كمجلس النواب 128 نايب او 127 والنصاب بالتالي قداش المهم يصير فيه تأمين نصاب وبعدها ينصير فيه تأمين الغطل المسيحي والتأمين الغطل المسيحي بهالتركيبة اليوم ما بيأمنها الا القوات اللبنانية اذا لم يؤمنوا القوات اللبنانية بدعم هذا الترشيح رح يكون فيه صعوبة بانتخاب رئيس الجمهورية اشك انه يصير فيه انتخاب طالما التكتل المسيحي اللي عم نحكي عنه كله ويفطبط مش هالقاد سهلة يعني هذه التسوية معقدة وفيها الكثير من المطبات والعراقين ولكن يعني هذه الوطيرة العالية تقول الاوساط تتبشر انه بعدها ماشي لا شك لحد هلأ يعني يمكن شوي عم تقوى قضية المعارضة المسيحية بهاليومان هلو شوي صاروا واضحين اكثر ومن هون الكلام انه يصير فيه انتخابات من هون لستة عشر شهر يعني ممكن تمرق الانتخابات لستة عشر شهر بعد ستة عشر شهر اذا لم يؤمن هذا الوطن المسيحي بيصير فيه صعب بيصير فيه صعوبة عند فترة عياد بالاضافة لفترة العياد لغروسة العام المقبل بشان هيك جدا مهم بهالفترة هاي وبعطيت اذا رئيس سعد الحريري مجيء للبنان بحكم لموضوع القوات اللبنانية وتأييدها لهالمسار هذا طبع ترشيح الوزير الفرنجي استاذ اسعد بشارة بسحبت الجمهورية بيتحدث عن موضوع المسيحي تحديدا وانه اوساط قريبة من طيارة العونية تقول انه موقف العماد ميشيل العون لن يتبالور قبل اعلان فرنجية ترشيح نفسه اذا ما مش انه بعلن ترشيح نفسه ما فيه ترشيح ولكن قبل مثل اللي عم تحكي اللي عم تطالب فيه الوزير الفرنجي انه يطل ويقول ويفسح عن كل المواضيع بالنسبة للعماد عون بتقد لنا رأينا بالاول انه مفروض كان يتلقف ترشيح الوزير الفرنجي لو كان ترشيحه هو سياسي بس واضح انه قصة ترشيحه هي انا او لا احد وبالتالي اشك انه عماد عون يمشي بترشيح الوزير الفرنجي الا اذا قدمت له اشياء انا برأيي مستحيل ان تعطال نعم على كل حال حكينا عن الموضوع السعودي الايراني مثل ما كتب استاذ احمد عياش بالنهار ولكن اليوم ايضا الحوار السعودي الايراني تقول صحيفة السفير تحييد لبنان وترشيحه فرنجي وتقول ما كان ذكره الرئيس بري انه اولى الملفات الاقليمية اللي حيطالها اي حلحلة بين السعودية وايران هو لبنان وبالتالي كان هذا الموضوع موضوع الرئاسي بداية تفاهمات اذا صح التعبير مثل ما قالت حضرتك في اتفاق بالاول حتى في ظل الاحتدام الصراع السعودي الايراني كان في اتفاق على تحييد لبنان نعم وبالاول كان اتفاق تحييد وامنيا وهلأ طالما طلع هالخيار بملء سدة الرئاسي كمان واضح انه في نوع من التناسق السياسي بالنسبة لموضوع لبنان اللي ممكن ان شاء الله يكون فتحة خير هاي السنة اللي مرأت السيد سلمان صار فيها احداث كبيرة كتير يعني يمكن لبناني لانه شوي عايش بجو لبنان وهاك بأزمات للكتير نصر اذا بتجي تستعرض بهالسنة شو في احداث تاريخية حصلت يعني من توقيع اتفاق امريكا وايران لدخول السعودي على اليمن لدخول الروسي على سوريا كل مواضيع جدا اساسية تؤشر انه في حراك صحيح عسكري في مكان ما لكن سياسي في مكان آخر فما نستغرب ابدا نحن في انفاوضات عم بتتم على كل الامور ولبنان في هذا السياس على الاقل ايوزل هو اسهل عقدي حكينا عن سل المتكامل اللي في حال حصل الانتخاب في عنا اللجنة عم تدرس قانون الانتخاب وبالتالي ايضا الاسرع بموضوع قانون الانتخاب لانه هو يعادة تكوين للسلطة وسيد نصر الله شدد على موضوع قانون الانتخاب والكل بالاخر بنشوفه كيف بده يكون تكوينها السلطة في حال انتخاب رئيس تشكيل حكومي رئيس حكومي وانون الانتخاب اخشى ما نخشاه موضوع قانون الانتخاب يخربها ايش يخربها نطلع بقانون الانتخاب غريب عجيب واتصور انه هيدا رح يصير متل ما وقت السنة 43 صار في مشكلة عهوية لبنان انه لبنان بلد عربي او لا طلعنا بصيغة انه لبنان بلد واجه عربي اللي ما بعرف الحقيقة شو بيعني اليوم في شريحة بلبنان مش قبليني اذا بدنا نحكي بالعنوان العريض طبعا انه الانتخاب مش قبليني بالنسبية وشريحة بدن نسبية وجدا يعني فيه وقوف جدا صعب تحت هذي العنوانين فعلى ارجح الشطارة اللبنانية شو بتقول انه بدنا نجرب نعمل شي نظام هجين بين اتنين بين اتنين رح يكون صعب تطبيقه ورح يكون شكله يعني يضيع الناس وما بعرف شو الصيغة اللبضي يطلع منها العودة للستين مستحيلة باتقت مع العلم انه اليوم في يعني يمكن الناس تلك اخف الشرين انه يلا منخليه مثل ما كان منخليه مثل ما هو بس في في معارضة كبيرة لموضوع عنوان الستين في رأي عام في رأي عام معارضة في ناس عيطين نتمنى من السياسيين حاج ما يحترموا الرأي العام ويعبوا ويعتبروا الناس انه هي لاحقين كلهم رح يدفعوا تمنى هاي بالنهاية لا باللبنان بيحجموا عن الانتخاب بالاخر باللبنان في مجتمع مدني وواعي وعطول عند يحرك بتمنى انه يتعاطوا معه على الأساس ويطلعوا ياريت يطلعوا بأنون انتخاب يكون واضح المعالم وما يكون بس انه والله انا قديش بدوا يطلعلي من هال من هال أنون بل قديش بدوا يطلع للبنان من هدا الانون حضرتك ناشط بالمجتمع المدني وبتابعة تحركاته بشك ومرشح بمنطقة بعلبك الهرميل لوقت الترشيح لوقت الترشيح شو بنسبكم بعلبك الهرميل النسبية أو محافظة شو بالعنوان العريض في عندك يا أما نسبية بس بدنا نفوت بتفاصيل من درجات من درجات يا أما وان من وان فوت ما يسمى يعني كل كل منطقة تنتخب نايد برأي هايدي اللي بتعطي برأينا نحنا يعني دائرة الأصغر دائرة الأصغر أصغر شي يعني 128 دائرة لبنان كله يا أما نسبية بس بدنا نحكي شو هي النسبية لأنه نسبية مشكلتها أنه المندرجات اللي حواليها أهم منها في مكاننا بس هوني عم نحكي عن موضوع الطائفة موضوع السلاح يعني بصير النفوذ بموضوع النسبية كيف كيف زبنان مش بلد سهل تعمل فيه عن انتخاب ما شك وما حدا لو يفكر حدا عنده أنه الحل السحري بس من روحها ستين أريح شي ومنخلص بسرعة يعني الستين موصلنا لهون بأعتقد مبسوطين مبسوطين الشباب وبيرجعوا مرة تانية هل الناس مبسوطة لا بأعتقد هذا المربض الفرس هون آنون الستين أثبت فشلوا بإدارة البلد ومثل ما عم نحكي أنه آنون الانتخاب هو اللي بيبني السلطة من الأول مفروض يكون في آنون انتخاب يكون لمصلحة لبنان ولمرة بركي نقدر يجتمعوا السياسيين ويطلعوا بأنه انتخاب ما يكونوا بس عم بكرسوا مصالوحهم فيه النسبية بمناطق مريحة لبعض الأطراف ومناطق تانية صعبة لا شك اي ومشان هاك بتلاقي فيه مثلا معارضة للنسبية فيه أمكين معين ومنقبل فريق السياسي معين وفيه تأييد من الفريق السياسي آخر برجع بقولك النسبية بحد ذاتها لا تكفي اي بدك تشوف شو يعني النسبية المندرجات نحولها كيف التوزيع الطائفي بالنسبة للنسبية ما هو حجم الدايرة الانتخابية للنسبية في كتير مواضيع تدخل بتكوين على كل حال قبل ما توقف مع استراحة استاذ عدنان الحاج بصحيفة السفير طبعا استاذ عدنان الخبير اذا بدنا نقول الاقتصادي والمتابع بين السياسة والاقتصاد يقول انه ترشيح الوزير الفرنجي انعتس اجابا على الاسواق في الداخل بتراجع طلب الدولار وانه دخلت بعطلة الاعياد باكرا خلاص قربنا فتنة ولم يحركها اجابا سوى اعلان ترشيح الناب السلمان الفرنجي لرئيسة الجمهورية ارتياح ببورسة بيروت تراجع الطلب على الدولار الذي بقي عند الهوامش المعقولة وبالتالي يعني كأنه في نوع من الاسترخاء مجرد انا بعتقد الناس معظم الناس فقد التفقها بكل الطبقة السياسية صار بيهمون اليوم مش مهم مين بيجي بس المهم انه البلد مؤسساته تكون عم تشتغل وعم تعمل وتكون ما في فراغ موجود وشاناك بتلاقي الناس ارتاحت لترشيح الوزير الفرنجي بشكل جدي اللي ضده اللي معه والجزء من اللي ضده كمان لانه اليوم صار الهاجس المهم انه الناس خيفاني على البلد خيفاني على مؤسسات البلد الكلام اليوم في حال فعلا بشلنا هالمرة بموضوع التسوية بغض النظر عن شخص الرئيس من هو الانهيار هيكون واقع خلق يعني رايحين بالتجاه موضوع الامني والموضوع الاقتصاد اشك انه الاخطار بتزيد جدا كلما طالت وبعدين يفشل الحل انه كمان الناس بتخف تقاتى اكثر واكثر باستمرار بلد يعني باعتقد الناس ما نسيت كل الازمات عنا النفايات بعدها موجودة الحكومة مشلولة الموضوع نسيت النفايات بكرا بيطلع بالامراض حيب حيبلش راح نتابع معك استاذ علي صبر احمد علي بيك سلام بيك ولي هذا الاستراح ابقوا معنا مشاهدينا